عايزة اتكلم عن مدربنا السويسري مرسيل كولر المدير فاني ريني الحقيقة عجبني الرجل ده عجبني وعجب كل الاهلوية نجح باقتدار في تخطي الفترة الصعبة اللي فاتت هي فترة صعبة ولكن القادم دائما يكون مش عايزة اقول لحضراتكم ان اللي جاي اصعب واصعب واصعب ولكن الفترة اللي فاتت هي فترة صعبة ولكن بكرم ربنا وبوجود هذا المدرب مع مجموعة لعبين ابطال قدرنا نتعدى ظروف صعبة غيابات عدد كبير من اللاعبين سواء بسبب الاصابة او الاقاب او الاستبعاد الفني نجح الحقيقة ان هو يفك شفرة المجموعة الافريقية وتأهل كمتصدر اللي الناس يقول لك ايه اصلحنا يعني التفاول وتشاوب وكلام من هذا القبيل ولكن قدرنا نتصدر هذه المجموعة ونصعد الى الدور التالي وحققنا العديد والعديد من القام القياسية عملية التدوير الحقيقة اللي بيعملها شكلها حلو بيستفد منها كل الفريق كل اللاعبين بيكون عندهم فرصة تبين نفسها للجمهور انت شايف نفسك كويس من خلال الملعب وده دايما اللي انا بقوله انا شخصيا سعيد بهذا الرجل لانه كل يوم بيعدي عليه في الاهلي بيثبت انه مدرب قدير والحقيقة هذا الرجل لايء على شخصية الاهلي واسمات الاهلي هذا المدرب لا يعرف ولا يبحث الا عن الفوز الفوز والانتصارات وبالتالي اول ما تكسب وانتصارات تبقى ايه منصات التتويج مباشرة خلال بعض الفترات كولر تعرض لنقد ده طبيعي جدا ولكن من وجهة نظري ساعتها عندما تعرض للنقد كان هناك تصرع في الحكم لانا دايما كنت بقوله حضراتك اصبروا ان الله مع الصابرين لانه هذا الرجل كل يوم بيثبت انه مدير فني على مستوى عالي ويستحق المكان الحقيقي اللي بيقود فيها فريق بحجم النادي الاهلي لانه فاهم وعارف يعني ايه يختار قيمة ويعني ايه تشكيل الخطة اللي محطوطة بتبقى على حسب المباراة الرأي الاول والاخير ليه بالمناسبة في كل شيء في كل شيء وده دايما نابع من ان عندنا اقدارة في ظهر الراجل الراجل عايز يسافر للاربع يسافر هو ده وجهة نظر وبنقوله ان انت سافر التلات افضل او الاتنين يقولك لا لا خلاص هو حر كل يوم عن التالي بنثبت ان هذا الرجل او رجل ده بيثبت ان هو واحد من من المداربين او من المداربين الفنين الجيدين مش مجرد كلام الحقيقة مرسل ولكن في هذه النسخة في دور الابطال انا دي الاهلي لم يخسر لم تسكن مرمى الا هدف واحد الحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمنا وانا استطيع ان نتوج باللقب او بالبطولة رقم 12 ان شاء الله منتظرين منه الكتير والكتير شلال الايام القادمة شكرا شكرا